أهلا وسهلا أنا جون محاجرين من الشرق الأوسط قبل أن يأتيوا إلى أمريكا لديهم فكرة ماذا هي أمريكا هي أهلا أو كل شيء يأتي بسهولة أو لا يوجد مشكلة ولكن ليس صحيح هناك الكثير من أن الحقيقة تختلف من الفكرة نقطة واحدة منهم ماذا يسعد للفوق إلى نجاح مادي نجاح بالفلوس يمكن أن الناس يفكرون فقط أجل إلى أمريكا أعمل نفس الشكل أفكر نفس الشكل ولكن أنجح لأن هذا أمريكا غير؟ ليس صحيح النظام مع الشغل هنا والثقافة عن الشغل تختلف كثيرا كثيرا لدي أصدقاء محاجرين أراقيين قبل خمسة سنة تقريبا صديقي يعمل يوم يعمل 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 تعمل 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 يعمل ويقوم يعمل 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 كل شخص يعمل 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 لا كل شخص يعمل ويعمل تعمل أو تعمل يعمل يعمل إذا تنفق الوقت والقوة كله عشقه لا يوجد شيء أكيد سوف تصل إلى الهدف تستطيع تأخذ راتب أكثر مثلاً المساعدات الصحية في الأمريكا كل شيء غالية السعر مع الأكل و بنزين و إيجار كل سنة يسعد لدينا الكثير من الناس يساعدون كل يوم إلى الموت و أبداً لا يقعد مرتاح بالنسبة لي هناك ثلاث أشياء و تستطيع تعمل حتى تنجحون عندما تصلون هنا أولاً تعلم اللغة تفكرون أني كبير من عمر أو لا يوجد وقت أو قوة أو لا أستطيع هذا ليس صحيح تستطيعون و يجب أن تتعلمون اللغة ثانياً تعمل علاقات مع الصداقة و يوجد الكثير من الناس و يوجد الكثير من الأمريكين يتعلم الثقافة و النظام و يمكن أن يساعدكم ثالث تعلم النظام مع العمل هنا كيف تجد هذا العمل كيف تأخذ هذا العمل إذا هو الناس يريد هذا العمل و كيف تنجح بالعمل تساعد ورى من ينجح بالعمل من أمريكا و من ينجح و تعلم إذا أنا رئيس الدنيا أصوي حتى لا يوجد أي ناس يجب أن يقلقون عن الفلوس أنقهر لما الناس لا يستطيعون يعيشون الحياة بما يريدها بس ما أقدر فصوت هذا الفيديو شكرا شكرا للمشاهدة